نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء ما تم تداوله من أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يتم حاليا العمل على لائحته التنفيذية واعتبر البيان كل ما يثار بذلك الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إفشال الدولة وزعزعة الأمن إلا أن حقوقيين أشاروا إلى نص القانون على تسليم الشركات لسجلات المكالمات والمحادثات إلى الجهات المعنية حال طلبها وهو ما أثار هذا الجدل مشاهدوا المزيد من التفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وينضم إلينا من عمان دكتور عمران السالم الأستاذ المساعد في قسم أمن الشبكات والمعلومات في جامعة عمان الأهلية كما نرحب بمن ينضم إلينا من بيروت سيد آدم ياسين الكاتب والناقد الفني أهلا بكم ما معا في هذه الحلقة البداية معك دكتور عمران سالم يعني من الناحية التقنية البحثة ما الفرق بين سجلات المكالمات والرسائل التي ستحتفظ بها الشركات وأيضا بين محتوى المكالمات والرسائل التي ينفي مجلس الوزراء المصري الأطلاع عليها بالأخير كل شيء متعلق بالمستخدم بكل نشاطاته سواء كانت مكالمات أو كانت تكست يعني شاتينج أو محادثات كتابية نصية أو مكالمات أو تحركات أيضا تحركات التي تلقطها الجي بي أس على موقع جوجل هذه كلها بيانات تتعلق بالشخص فهذه كلها تجمع أحيانا في قاعدة بيانات للأشخاص المراقبين طبعا لا تستطيع الشركات الإتصالات الاحتفاظ بكل شيء هذه موجودة في شركات الكبرى أصحاب السوشال ميديا مثلا شركة جوجل أو فيسبوك عندهم سيرفرات خاصة فيهم لا تستطيع شركات الإتصالات المحلية الاحتفاظ بكل الكمل هائل من المعلومات لكن بعض الأحيان بعض الحكومات تطلب لبعض الأشخاص مراقبتهم على سبيل المثال أو تتبعهم لجمع بعض المعلومات باعتبارهم في نظر الحكومات أن هذا حقهم للحفاظ على الأمن القومي مثلما هم يحمل الحدود البرية والجوية والبرية هم بالأخير بدون يحافظوا أيضا على حدودهم العنكبوتية أيضا بحيث أنه ما تخترق لأنه المعلومات هي الآن الرصيد الذي يمكن أن يوصل لأي جريمة بالنسبة لهم هذا حق لهم أن يجمعوا هذه المعلومات طيب سيد آدم المادة 57 من الدستور المصري تنص على حرمة المكالمات والرسائل الهاتفية والإلكترونية وأيضا كان هناك نص مشابه بدساتير ماضية بالتالي كيف تعاملت تاريخيا الأنظمة مع هذه المواد الدستورية يعني عادة ليس خافيا على أحد أن أي نظام ديكتاتوري أو نظام شمولي لا يعبأ بمواد الدستور ولا حتى المواد القانونية يعني ترى العديد من الناس اللي هم مثلا معتقلين بتهم يعني يببما لا يوجود لها في القانون ولكنها لا تكييف كده بس يعني علشان ضبط الأمن الحقيقة أننا لما قرأت عن هذا القانون من فترة يعني قرأت نتقدم به نائب اسمه أحمد زيدان نائبا عن حزب يسمى حمات الوطن طبعا ليس خافيا أيضا على أحد أن حزب حمات الوطن هو حزب يعني واجهها لأحد الأجهزة الأمنية في مصر فأنا نتكلم على يعني أنا المادة اللي هي أو الجزء الخاص بما يسمى بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة مقدم الخدمة اللي هو الشركة الاتصالات اللي أنت بتشترك عن طريقها مثلا شركة انترنت أو شركة اتصالات هي ملزمة تبقى لهذا القانون بأنها تقدم للسلطات بعد صدور يعني إذن قضائي مسبب يعني أنها تطلع على معلومات فلاني الفلاني أنت لو جيت نقشت هذا القانون في وسط المجتمع المغلق أو المجال العام المغلق في مصر هذه الأيام هتلاقي من يقول لك إحنا تهددنا أحداث إرهابية إحنا الحكومة بتعمل كده دعا عملوا كده في أمريكا في أيام إدارة أوباما لما كانوا بيتصنطوا على ناس كتير ودعا من أجل ضبط الشبكات الإرهابية يعني الناس هيكلموك بدعوة الأمن أو الحفاظ على الأمن طبعا جزء من هذا الكلام جزء صحيح ولكنه حق يرد به باطل ولكنه حصل حصل سيد آدم وهي أنظمة أصلا تدهس القانون سيد آدم حصل في أمريكا نفسها يعني أحداث الحادي عشر من سبتمبر حصل بعد أن توسعت الأجهزة الأمنية في مراقبة الاتصالات هذا في أمريكا حصل يعني هذا الموضوع حصل بالضح أنا قلت كده وصلا طيب يعني بس هي الفرق البسيط يا أستاذي العزيز هو الثقة في الجهاز اللي بيراقب يعني الثقة في هذا الجهاز أنه مش هيستعمل هذا من أجل تلفيق تهم أو من أجل يعني مراقبة ناس أصحاب رأيي مش إرهابيين أو ما لهمش سجل إجرامي يعني هناك شعرة أو هناك شعرة بين من بيده أو من يستمع يعني حنقول من يراقب ومدى مصدقية هذا الجهاز أو هذه الحكومة أو هذه الإدارة التي تراقب لأن أصبح أظن من المستحيل الآن في ظل أن الإنسان عن طريق جهزة التليفونات الزكية أصبح شيء من مستحيل أن الإنسان يتخفى يعني زي ما الأستاذ الفاضل تكلم من قليل قالك حتى الجي بي اس أنت بقيت تقدر تعرف بتليفونك أين يتواجد هذا الرجل أنت تقدر تراخبه هو أغلق تليفونه تقدر تسمعه كمان بيقول إيه وتليفونه مغلق فإحنا بنتكلم على إحنا تحت سيطرة كل هذه الأبس والتطبيقات والأجهزة الحديثة اللي بتخلينا معروف مكاننا وبنقول إيه من غير قانون حتى طيب دكتور عمران أيضا من ناحية التقنية يعني أنت قلت ربما محتوى الرسائل موجود في الشركات الكبرى ولكن يعني في الشركات جوجل وسوشال ميديا وما إلى ذلك ولكن هل تستطيع الشركات مزودة الخدمة أو حتى وزارة الاتصالات بأي دولة للطلاع على محتوى الرسائل وتطلب من هذه الشركات أن تطلع على محتوى هذه الرسائل في طريقتين للحصول على المعلومات هي أشوف كل الحكومات تقريبا أنا باعتقادي أن كل الحكومات عندها قدرة أنها توصل لأي شيء يعني بدهيها في المعلومات سواء كان في صناديق المحادثات الخاصة أو حتى في متابعة الأشخاص على سبيل المثال في طريقتين في الطريقة القانونية هذه اللي بيستخدمها عشان القضاء وعشان القانون والدستور اللي هي مكالمة شركة مثل فيسبوك مثلا أو تويتر وفي عندهم هناك طلبات اللي هي طلبات الشفافية بسموها بقدموا طلب قضائي بأمر قضائي رسمي من الدولة إلى فيسبوك مثلا للإفصاح عن المعلومات خاصة بهذا الحساب أو ذاك على سبيل المثال في أمريكا السنة الماضة تقريبا أكثر من 40 ألف طلب فقط من حكومة أمريكية لشركة فيسبوك للإفصاح عن معلومات حسابات على الفيسبوك على سبيل المثال في كل الدول العربية والدول الأجنبية حتى في بريطانيا في كل الدول هولندا بأعتقد أرقامهم كبيرة جدا مقارنة بدولنا بطلبوا أحيانا عشان القضاء لما يروع القضاء يحكوهم أننا وصلتنا الآن رسالة رسمية وإحنا جبنا المعلومات بشكل رسمي الآن في طرق غير رسمية للحكومات تتبع حال الحصول على المعلومات طبعا نحن نعرف كل المحادثات اللي بتصير على الفيسبوك على سبيل المثال تويتر وكلها مشفرة عملية فك التشفير أنا باعتقده مش بالسهولة لكن فيه طرق أخرى لتجاوز هذا التشفير الآن فيه شركات أمنية في العالم شركات أمنية بتبيع ثغرات نحن نسميها موجودة في تطبيقات الموبايلات من خلال هذه الثغرات تستطيع الحكومات أنها توصل لأجهزة بعض الناس اللي هي بتراقبها فبالتالي بتدخل على الجهاز ومن خلال الجهاز بتسحب كل المحادثات أو بتطلع على معلومات خاصة هي بدهيئها الآن الشركات هذه في العالم عم بتطلع ملايين من وراء بيع الثغرات للحكومات أو للجهات اللي بتطلبها فيه ثغرات تباع بملايين الدولارات وبتشتريها فيه حكومات بتشتري ما عندها مشكلة فيه مقابل أنها تحصل على طريقة نحكي أو بوابة للدخول إلى أجهزة بعض الناس حتى اللي بيستخدموا أنظمة أبل عسب المثال اللي هي تعتبر تشفيرها عالي جدا أحيانا أيضا أنه يتم تجاوزها حسب التطبيقات الموجودة على الجهاز بعض التطبيقات للأسف فيها مشاكل ما حد اكتشفها إلى الآن اكتشفتها بعض الشركات طبعا هذه المعلومات اللي اكتشفت أو الثغرات لا يتم توصيلها إلى الشركات الرسمية زي أبل مثلا ولا جوجل اللي هم أصحاب أندرويد لا يتم بيعها في السوق السوداء ربما سمعنا فرنسا زودت الإمارات نعم برامج مراقبة ربما سمعنا فرنسا زودت الإمارات بمرامج مراقبة أحيانا عن طريق مسجد صغيرة لما يكتشفوا الثغرة مسجد صغيرة بس معتها الموبايل يتم تنزيل برنامج لكشف المعلومات كلهات الموجودة في الجهاز وهذا التجارب نعمل حتى للطلاب أحيانا عملية اختراق الموبايلات والوصول إلى المعلومات الخاصة والأجزاء ليس أمر صعب الأدوات الموجودة على مواقع الإنترنت برامج مجانية فما بالك في البرامج اللي بيشتروها الحكومات بملايين الدولارات أو بألاف الدولارات أكيد إلها صلاحيات أكبر من هيك طيب سيد آدم ياسين ما التأثير السياسي والاجتماعي الذي يمكن أن يؤدي له هذا الشعور العام بأن كل مواطن ربما يخضع لمراقبة وتسجيل كل مكالماته ورسائله ما تداعيت هذا الأمر برأيك؟ هو مناخ شبيه بما كان يحدث في مصر الستينات لما كانت الاتصالات بتراقب وكانت دايما الناس يكلموا بعض بشكل مرمز أو مشفر يعني أنا أتذكر يعني كان رجل كبير يعني كان يعمل صحفيا حكى ليه وقت عبد الناصر أنهما كانوا بيستعملوا في المكالمات الهاتفية رموز ما مشفرة للحديث حتى على لقاء يعني مش حاجة سياسية حتى يعني واحد عايز يعبر عن غضبه من الأوضاع أو واحد عايز يقول له واحد تعالى نتقابل النهاردة بس ما خافت أن يصل مقابلتهم للأجهزة الأمنية فيستخدموا لغة مشفرة فده وضع طبعا مع الاتساع الرهيب في وسائل الاتصالات ومواقع التواصل وتطبيقات الاتصالات أصبح صعب مراقبة ملايين البشر فبس هي الموضوع إشكالي جدا يعني هل أنا كمستخدم لصفحيتي هشعر بالأمان أو غير الأمان هل محتاج الأمر وفيه ناس دلوقتي بيقبض عليها من مجرد منشور بينشر ده فيه ناس قبض عليها علشان قبدت إعجابها بمنشور أو قامت بنشر وإعادة نشر مش منشوره حتى الشخصي فإحنا هنا إذا يعني زي ما بيقولوا إيه مراقبة أو عد على الأنفاس بعد عليك أنفاسك بس طمعا مع صعوبة الأمر دلوقتي الأمر مقاش زي زمان أيام الأنظمة الستالينية أو التوتاليرية كان من السهل أن أنا أراقب تليفونات أو أختار عدد معين من الناس المعروفين أن هم نشطاء أو كتاب أو أصحاب رأي ورأيبهم التي تقريبا يعني خمسين في المئة من الشعب المصري أصبح من أصحاب الرأي فأما بقى يعني أنا أما المحادثات الخاصة اللي هي بيسموها في الامبوكس أو في صندوق البريد سواء في تطبيق الفيسبوك أو في الواتساب الأستاذ الفاضل الدكتور عمران تتكلم على أنها قد مشفرة ولكن في بعض الناس بتبيع شركات بتبيع للحكومات زي زمان الاختراق ده موضوع خطير جدا جدا ده موضوع يفقدني كإنسان الإحساس بالأمان يعني أنا محادثاتي الخاصة اللي هي ممكن تكون في أدقة تفاصيل حياتي فأصبح على المشاعق ممكن يستخدم هذا الموضوع ضد معارض سياسي كما استخدم ضد المخرج خالد يوسف لما اخترقوا الحاسب بتاعه وصربوا فيديوهاته يعني أو مثلا صربوا مكالمة لنائب آخر وقالوا تحت عنوان المكالمة الجنسية أو حدث ذلك مع صحفي أيام مبارك لما صربوا له لقاءه بس ده كان بيراقب بالفيديو أنا عايز أقول أن ده ممكن يستخدم كسلاح ماضي لتلويس المعارضة يعني أن أنا أراقب حياته الشخصية ثم أزيعها على الملأ من غير ما حتى أقبض عليه مجرد نشر بيانات الشخصية أو محلشات الشخصية الشخص هي كفيلة بتدميره سياسيا طيب الآن دكتور عمران ما الذي تنصح به المستخدم العادي للحفاظ على أمنه الرقمي وخصوصيته في هذا العالم الافتراضي والله يشوف يعني عملية الحماية على الإنترنت أنا كخبير في هذا المجال حقيقة أبا تمر أنه ما في حماية على الإنترنت مدام أنت بالفضاء الإلكتروني فأنت مراقب عملية مراقبتنا أو مراقبة كل الناس بشكل عام أمر سهل جدا عملية الاحتياط مثلا أو نحكي الشركات الخاصة البنوك مثلا أو الناس اللي إلها يعني مثلا نحكي وضع أمني خاص جدا هدول بتعاملوا بطريقة أخرى حقيقة في مثلا على سبيل المثال أعطيك أمثلة في ناس اللي عندهم الحس الأمني عالي مثلا ما بيستخدموا سكايب مثلا في التراسل في برامج أخرى مثلا OTR في برنامج اسمه OTR أوت أوف ريكورد يعني أعتقد هذا البرنامج أفضل من سكايب في التشفير في الإيميل ما بيستخدموا جوجل أو ياهو أو مايكروسوفت على سبيل المثال في موقع بروتون ميل هذا تشفيره عالي جدا جدا وموقعه مش في أمريكا لا يخضع للقانون الأمريكي يخضع للقانون الأوروبي في أعتقد في سويسرا موجود آمن جدا يعتبر وكثير من الخبراء يعني هذا معنى المواقع المعروفة ستخسر الكثير المواقع المعروفة نعم نعم في بدائل بالضبط في هناك بدائل يعني الناس اللي عندهم حزء أمني عالي بيستخدموا بيخرجوا عن نطاق لأن نشوف أمريكا في عندها اتفاقية أنت تتكلم عن كل جرام إلكترونية في مصر مثلا 2018 أقر بالاتفاق مثلا 2018 بعض الدول قبل هيك في أمريكا في 2007 في 2007 طلع عندهم قانون اسمه بريزم مشهور جدا كل خبراء يعرفوا يعني بريزم هذا بريزم تم اتفاق بين الـ NSA اللي هي الـ National Security Agency اللي موجودة في أمريكا مع شركات التقنية الكبرى اللي هي مايكروسوفت ياهو جوجل فيسبوك أبل بتزويدهم ببعض المعلومات بالتفاهم يعني بدون ما أنهم يتجسسوا عليهم يخدوا معلومات لا صار فيه تفاهم بينهم وهذا برنامج شهر يعني شهر موجود في الانترنت مكتب عنه بالتفصيل يعني واضح؟ فالقضية الآن الشركات الكبرى الكبرى بتطلع من نطاق هذه العباءة اللي هي الشركات المعروفة يعني وبتمتقل إلى عالم آخر حتى الـ WhatsApp فيه بدائل عنه مثلا الـ FaceTime على سبيل مثلا والـ Skype اللي هي التواصل المباشر نحك أو الفيديو إلها بدائل أيضا برامج مشفرة وآمنة ولا تخضر إلى القانون الأمريكية تخضر إلى قوانين أخرى في دول أخرى طيب فالبدائل كثيرة يعني اللي بدخل على الإنترنت والعنده حس أمني بدخل بلاقي بدائل كثيرة وفي منها مجاني وفي منها طبعا مدفوع الثمن نعم واضح واضح طيب سيد آدم هل تعتقد أن المصريين لديهم الوعي الكافي يعني بحقوقهم القانونية وأيضا بوسائل تأمين أنفسهم تقنيا من كل هذه الخطورة يعني ما ظنش أن المعارضة في مصر أو أي شخص معارض يتعرض للقبض عليه هو عنده حقوق من الأساس يعني في ناس كتير موجودين وبيجدد حبسهم الاحتياطي حتى بدون عرضهم على محاكمة بس هو هنا يعني الدكتور أنا معليش حاخب برضو من كلام الدكتور قال على المواقع البديلة اللي هي مثلا زي بروتوم ميل أو المواقع اللي هي مثلا معليهاش ضغط أو عليها مثلا نظم تشفير بتحمي يعني بتحمي بياناتك بشكل أكتر ده عامل زي المواقع المحجوبة احنا عندنا في مصر دلوقتي جريبة الأخبار اللبنانية موقع المدن اللبناني رصيف 22 كثير جدا من المواقع هي محجوبة وموقع العربي الجديد كل دي المواقع دي محجوبة احنا بنلجأ للبروكسي أو الهايد مي بس لازال برضو عوامل ناس أو حتى أنا كشخص مستخدم تعودت أن أنا أتأنقر على الصفحة فتفتح لما بلاقي طريقة فيها التفاف بيقل ضغط الناس أو بيقل استخدامي كذلك الإيميلات الناس كلها تعودت أن يكون عندها جيميل أن يكون عندها ياهوميل أنها تكون في المنظومة المسيطرة دي كلها وتسهل على نفسها والجيميل بيدخلك على تطبيقات في المحمول بتاعك فأنت بتبقى connected أو iCloud في الأبل وكل الكلام ده لما بتجد حاجات بدائل عادة بيلجأ إليها عدد محدود من الناس اللي هم الناس الملمين أو متابعين أو متخصصين زي الأستاذ الفاضل دكتور عمران إنما عوامل الناس حيظلوا أسرى للحاجة الشائعة وحيظلوا يعانوا من الاختراق وحيظلوا يعانوا من الحجب إلا لو الناس اللي بتدي حاجة زي ما فيه حجب فيه حجب مضاد أو فيه فك مضاد زي ما فيه اختراق وفيه محاولة للغلق المضاد لأن التكنولوجيا برضو في الاتجاهين التكنولوجيا السورية زي ما هي بتخدم الأنظمة أيضا بتخدم من يريد أن يلتف حول النظام سواء الغرض نبيل أو الغرض غير نبيل ففي النهاية ستنفضل الإشكالية في من يفع أكثر من لا يدهي السيطرة هو اللي سيعرف يخترق سيد آدم بعدما ذاق الناس طعم فضاء الحرية في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الفضاء الإلكتروني يعني مثلما تفضلت أن نصف الشعب المصري تحول إلى كتاب رأيه ربما بطريقة أو بأخرى ولكن يعني بعد هذا هل من الممكن السيطرة من جانب الحكومات على كتاب الرأيه على من يدلي برأيه هل يمكن السيطرة يعني بالنسبة كبيرة في سيطرة قراءة الواقع في سيطرة لو تتذكر بعد صورة 52 من 52 إلى 54 كان فيه انفتاح غير عادي في مصر كان فيه رسوم كاريكاتير بتصخر من عبد الناصر وبتصخر من مجلس قراءة الصورة المجال العام فتح لمدة سنتين ثم أغلق من 54 ولم ينفتح إلا بعد يعني عشرات السنين فدايما ده اللي بيحصل طبعا الوسائل والأدوات اختلفت يعني ما أصبح من الصعب بأننا أحجر على بس ممكن أقبض على خمسة ستة فالباقي خاف ممكن أجعل الناس أخوفهم بأننا أطلق شائعة ساي اللي عنده حساب عليه خمس تلاف فولور ومفتوح ده شخص يعامل كأنه منصة إلكترونية وهو معرض للمساءلة القانونية إذا كتب شيئا يصير بلبلة أو يعمل مشاكل في الرأي العام أو يروج الشائعات إلى آخر هذه التهم اللي النظام المصري بيستعملها دايما إذا نحن دلوقتي قدام فيه طبعا انفتاح زي ما حالك قلت فيه ناس زاقت طعم القرية وتنسمت عبير القرية ولكن لازالت الحكومات أو لازالت الأنظمة أيا كانت بقى مصر أو بر مصر بيلاحقوا الموضوع ده بيحاولوا يحتووا على قد ما يقدروا طبعا الموضوع لو قارننا بين 52 و53 ودلوقتي حالا يلقمش من الصعوب مش من السهل أننا كحكومة بس أنا ممكن نخلق مناخ رعب ممكن نخلق مناخ خوف ممكن نخلي الناس من نفسها تحجم عن الكتابة حتى لو عندها المنصة الصالحة للكتابة وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك في النهاية وصلنا للنهاية سيد آدم ياسين الكاتب والناقد الفني شكرا جدا لانضمامك معنا كما أشكر دكتور عمران سالم الأستاذ المساعد في قسم أمن الشبكات والمعلومات في جامعة عمان الأهلية على انضمامه معنا من عمان وإدلاقي بهذا الكامل المعلومات الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء في حلقة جديدة اشتركوا في القناة